تحرك سعودي أمريكي جديد للتوصل إلى هدنة جديدة بين طرفي الصراع في سودان تزامن مع ارتفاع وطيرة للشباكات بعد انقضاء الهدنة بيان مشترك لدولتين أشار الاستمرار التواصل مع ممثلين عن الجيش والدعم السريع ما زالوا في جدة وأكد البيان حرص السعودية والولايات المتحدة على استمرار المحادثات التي تتركز على سبل تسهيل المساعدة الإنسانية وتسعى الدولتين إلى التوصل لاتفاق بشأن خطوات يتعين على الطرفين اتخاذها على المدى القريب قبل استئناف المباحثات وطلب البيان الطرفين بتنفيذ التزاماتهما بموجب اتفاق جدة ودعاهما إلى اتفاق لوقف اطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال بهدف وقف دائم للعملية العسكرية وأكد البيان المشترك استعداد الدولتين لاستئناف المباحثات رسميا وعلى التزامهما تجاه شعب السودان ونجحت السعودية والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار غير أن الجهود السعودية الأمريكية تعثرت بإعلان الجيش السوداني عدم المشاركة في المحادثات وعلقت الرياض وواشنطن المباحثات بسبب ما وصفته بانتهاكات خطيرة ومتكررة للهدنة قصيرة الأمد وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات دفعية يديرها الجيش وقوات الدعم السريع صدر البيان المشترك في وقت تشتد فيه حدة الاشتباكات خاصة في العاصمة الخرطوم بعد انتهاء الهدنة وبحسب سكان العاصمة تركز القتال في مناطق وسط وجنوبية الخرطوم والخرطوم بحري كما تجددت الاشتباكات في إقليم دارفور وتسبب الصراع في السودان الذي اندلع في منتصف أبريل في نزوح ما يقرب من مليون ومئتي ألف شخص داخل البلاد وفرار أربعمائة ألف آخرين إلى دول الجوار